بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عن بارس. رحمة العالمين. ساعدنا محمد خاطر لنبقى والمرسلين. شاب سنة تالتة. ده الفيديو التاني في الاوبستي. وده اخر حاجة في الاوبستي بازن الله. عشان اتبقى اللي بقرة. في اه وصلنا لحد صفحة مية وتمانية في الكتاب. وقلنا اذا كنا من ورق خاطي الايد. هنزل لكم من لف كامل بتاع ورق خاطي الايد. للاوبستي كاملة. الورق القديم بتاع النهاردة. تعال الاول على اخر جزء في الاوبستي اللي هو صفحة مية وتمانية في الكتاب. وبرضو هنقرأ من ورق خاطي الايد. قال لك عشان تعالج الاوبستي لازم تحط البالة خمس حاجات. اول حاجة ايه هدف العلاج اصلا. ده ما ابدأ يعني باول حاجة بنتكلم عليها اللي هو الهدف بتاع العلاج. رقم اتنين. هنتكلم عن اللي هما الكنديديت. يعني مين الناس اللي لازم يتعالجوا. على حسب رقم تلاتة طبعا العلاج المبدئي انه لازم يعمل يعني يزبط الاكل ويلعب رياضة ويمسك نفسه من حتة الاكل الكتير اسمها يعني يبقى التلات حاجات بتوقع عبارة عن الديت اكتب كده والنبدأ بعد كده نبدأ نفكر في اللي هي العلاجات الاخرى زي مين? زي درج او السرجري او شفط الدهون. واخر حاجة ازاي نحافظ على الويت لص اللي احنا وصلناه. يبقى العلاج بيتمثل في خمسة. هدف العلاج. ومين الناس? يبقى ده الهدف. ومين الناس اللي لازم يتعالجوا يبقى مين? ثم العلاج الاولي عبارة عن تلاتة والعلاج التاني. او اللي بعد كده عبارة عن تلاتة. وبعد كده ازاي نحافظ على الويت لص اللي احنا وصلناه. تعال لنقرأ بقى منين? من ورق خط الايد. اول حاجة ونتب معي كده امورك. اول حاجة المانج منت اف مين? واحد الجولز. يبقى اول حاجة بنلجأ لها مين? الجولز. ايه الجولز اف تريتمنت? هتكتبهم في خمسة ست كلمات. اول حاجة ان في حاجة اسمها شورت تيرم. شورت تيرمي جول ان نفقد ويت لص خمسة لعشرة في المية. بس. يبقى على المدى القريب ان انا خليك تخسر خمسة لعشرة في المية من الوزن بتاعك. تبع المدى البعيد. اي قديشنا الويت لص مش مشكلة دزايرة بالطبع. بس اهم من كده في اللونج تيرم ان انا اعمل يعني حافظ على الويت لص اللي انا وصلت له. بعد كده كلمة بكلمة يبقى لازم كل الناس تستبدل كلمة اللي هو الوزن المسالي. ولازم تتقبل فكرة ان فيه ممكن نوصل في خلال سنة سنتين. مش مشكلة. يبقى لازم تتقبل حاجة زي كده. ولو يبقى على اقل يبقى الاهداف او الهدف بتاع العلاج هيبقى فيه اتنين تيرم. شورت تيرم ولونج تيرم. عن مدى القريب تخسر خمسة لعشرة في المية من الوزن بتاعك. عن مدى البعيد اي تمام ولكن لازم سبستيتيوت كلمة ويت بايد ال ويت واكسبت اي سلو برو جرس عادي. ولو انيبل تو لوز الويت على القل بريفينت الفيرسر ويت جين. الريت اوف ويت لص الكلمة دي هجي لخمس لو خسرت خمسمائة كيلو كالوري في اليوم في الاكل بتاعك. لو حرمت نفسك من خمسمائة كيلو كالوري في اليوم هيحصل ويت لص لنص كيلو جرام في الاسبوع. المعادلة دي تتحفظ. لو خسرت خمسمائة كيلو كالوري في اليوم هتخسر قديه في الويت لص بتاعك نص كيلو جرام في الاسبوع. بعد ست شهور للاسف الويت لص بيبقى قليل. الويت لص بيبقى قليل قابلية الجسم ان هو يخسر هتبقى قليلة شوية بعد كام? ست شهور. عشان كده لازم نعمل منتنانس للويت لص. يعمى عن طريق تحرم نفسك من الهاي كالوريك دايت. يعمى انكريز الكالوريك لص عن طريق الرياضة. الفيزيكال اكتيفتي. يبقى لو جالك ايتم اسمه جولز اوف تريتمنت هيبقى شورت تيرن ولونج تيرن وسبستيتيوت واكسبت ولو انابل تولوز الويت يبقى القال امنع هتخسر خمسمائة كيلو كالوري في اليوم هيبقى ويت لص نص كيلو جرام في الاسبوع. بعد ست شهور الويت لص بيبقى قليل شوية. عشان كده لازم احافظ على الويت لص عن طريق يعمى مور كالوريك ريستريكشن يعمى انكريز الكالوريك لص زي الفيزيكال اكتيفتي. رقم اتنين ان انا ابدأ ايدنتفاي الكانديديت. بص بقى الكانديديت رسمها لك ازاي? بدأ لك من اول اللي هو خمسة وعشرين الى ستة وعشرين وتسعة من عشر. سبعة وعشرين الى تسعة وعشرين وتسعة من عشر. اللي اتنين دول ما قبل مين? ما قبل الوبيستي. الوبيستي من تلاتين الاربعة وتلاتين وتسعة. ثم من خمسة وتلاتين لتسعة وتلاتين وتسعة. ده للكلاس اتنين. ثم قلاس تلاتة. العلاجات عندك تلاتة حاجات يعتبر. لايف ستايل موديفيكيشن. اللي هو دراجز. ثم السيرجري. لو انت من خمسة وعشرين لستة وعشرين وتسعة من عشرة تبدأ تعمل بالذات لو فيه كلمة يعني وجود امراض اخرى يبقى لازم اعمل لو انت بزيادة شوية اللي هو من سبعة وعشرين لتسعة وعشرين وتسعة من عشرة لازم تعمل او بالذات لو فيه من اول التلاتين كده كده لازم تفكر من انت خلاص دخلت في يبقى لازم تفكر كده كده وفرماكو سربي حتى لو مفيش كوموربيدي طب لو انت من خمسة وتلاتين لتسعة وتلاتين كلاس اتنين كده كده هيبقى فيه زي اللي اتنين اللي قبلها عادي وفرماكو سربي هنفكر في السيرجري في حالات ان فيه كوموربيدي يا رب تكون فاهمها لو انت اكتر من اربعين التلاتة قدامك لازم يتعمل اللي اما مين سواء اللايف ستايل فرماكو سربي او السيرجري يبقى اول حاجة الهدف بتاع العلاج رقم اتنين الكنديداتي بالنطب ايه الديت الديت هتتكلم عن حاجتين الاكل اللي انا عاίζوا للثمنة الكاراكتر بتاع الايديال دايت والطايمبس بتاع الديت يبقى واحد الجول رقم اتنين الكنديدات هنبدأabilir sound نتكلم في الديت والى exercise vidare اول حاجة ان انت في الاكل لما بتجي تنصح مريض السمنة يأكل كل المكرو والمكرو والمكرو نيوترانز الماكرو قلنا الفات والكربوهدريت والبروتين والمايكل اللي هي الفيتامين والمينر بس ان اهلسي بروبورشن بنسب صحية يبقى ياكل كل حاجة بس بهلسي ايه بروبورشن رقم اتنين يا دوبك اناف كالوريز تو دو اكتيفتي عشان لو جي سؤال قال لك ايه الكاراكتر تعال ايديال دايت للمفروض مريض الاوبستي هيكلها يبقى سابلاي اول مكرو عنده مكرو نيوترانتس عادي بس ان اهلسي بروبورشن بنسب صحية يعني مفيش اكلة ما انا تثبت عليها لازم العبارة دي تكون ايه يكون حافظة زي اسمه رقم اتنين اه اربعة مش لازم يحس بالجوع لانه لو حس بالجوع هيطر نوع ياكل اكتر ولازم اللي بياكله يكون مضيفية على حسب اللي هو مريض سكر يبقى ممنوع عليها حاجات معينة لهو مريض قلب زي ما تعرف في الدايت اللي مختص بكل مرضى البطنة تمعي وان لا يبقى تاني سابلاي اول مكرو عند ميكرو نيوترانتس ان اهلسي بروبورشن نوف كالوريس تودو اكتيفتي نو وان فيتس اول بيشن دازنت فيل هانجر كومبوزيشن اوف ضايت يبقى موديفايت اكوردينج تو ميديكال مين ستيتوس طب ايه انواع الاكل اللي هو بياكلوه طلعوا نفظ اسمه كونفنشنال ضايت قال يعني ايه كلمة قلب لك ده اي اكل الانرجي بتاعته قليلة ولكن بابض تماميمة كيلو كالوري في اليوم لان من متين لتمانمية هنعرف لهم لفز تاني دلوقتي يبقى يعني الاكل بتاعك اقل من الاحتياجات ولكن كان ابض تماميمة كيلو كالوري فين في اليوم دوت كلمة كونفنشنال دايت. طب ايه هده افترى? الاكل اللي هيكله? فيه اكل مجموعة من الجروبز اوف. الاكل اسمها بالانسد لو كالوريك دايت. في حاجة اسمها او بورشان كنترول دايت. تبقى فيه اكل معبق او جاهز بيبقى نسبة السكر فيه قليلة. فبنسميها زي المشروبات او العصير او الكلام ده الدايت. يبقى اسمها فورميولا دايت درينك او فروزن فود. او انت معب اكل بنفسك. باك باك دو فود. تبلوء فات دايت. يبقى الاكل فيه كمية الفات قليلة. تتحفز عشان الارقام دي يا جماعة. ان المفروض ان انت تقلل الفات بتاعك لاقل من تلاتين في المية. من الانرجي انتيك من الاكل اللي انت بتاكله. او لس او اقل من كده كمان. يبقى دا لو فات دايت. في حاجة اسمها لو كاربوهادريت دايت. لو كاربوهادريت دايت يعني ايه? بيقولك لما الكاربوهادريت بيقل في الاكل. بيعمل فبيقلل في خسارة الوزن. بيساعد في خسارة الوزن. لو انت قللت الكاربوهادريت بتاعك اقل من ستين لمية وتلاتين جرام في اليوم. او لو قللت كمان اقل من ستين بنسميه كاربوهادريت. يبقى لو كاربوهادريت عشان لو جات لك في الام سكيو. دا لو قللنا نسبة الكاربوهادريت اقل من كم? من ستين مئة وتلاتين جرام في اليوم. لو من زيرو الكام لقل من ستين. بيقول لك بيقول لك ان ان لو كاربوهادريت ضايت زين لو الاكل او الكاربوهادريت اقل من خمسين جرام الكيتوز الزيب دقيق احسن. فبيعمل رابط عشان كده دي لو كاربوهادريت ضايت. طب ليه بقى بروتين. يعني شوف انت قللت بص. ده لنسد لو كالوريك ضايت اللي هو العنوان الرئيسي. عبارة عن اللي هو الاكل الجاهز. بس يكون فري من السكر. لو فات ضايت اقل من تلاتين في المية من الاكل اللي انت بتاكل. طب لو كاربوهادريت ضايت. قلنا لو كاربوهادريت ضايت. لانه بيقلل او بيعمل جلايكوجين موبلايزيشن. فالمفروض الكاربوهادريت بتاعك يقل عن عن ستين لمية وتلاتين جرام في اليوم. او اللي هو من زيرو الاقل من كام? من ستين جرام. زين لو فات ضايت انشورت تيرمويتلوس. عشان لو جات لك. طب ليه بناخد هاي بروتين ضايت? يبقى اكتر من تلاتين في المية من الانرجي انتك. قال لك عشان تزاود السطايت. احساس الشبعة. فبالتالي ما تقولش اكتر. بص الجملة دي. تب فيري لو كالوريك ضايت. انت فاكر الكونفينشنال? لما جاء الكونفينشنال ضايت من شوية. قاله عبارة عن اي اكل. اقل من الانرجي ركوارمنت ولكن اكتر من تمنمية كيلو كالوري في اليوم. ليه بقى? لان لو من متين لتمنمية ده بنسميه فيري لو كالوريك ضايت. اكل بقى بسعرات حرارية قليلة جد. من متين لكام? لتمنمية. لو اقل من متين. لا ده كانو بقى بتاع الجوع. مشكلته ايه? انو بيعمل في الواحدة اللي بتردع او الحامل او العيل في مرحلة الجروس. ده غير انو بيحرك الكوليسترول. فبيزود الريسك بتاعت الجول مين? ستون. ومال امتى بستخدم قالك في حالات بعض زي رابد ويت لوس. انت عايز خسارة في الوزن بسرعة زي في حالات بعض الجراحات. انا عايزك تقلل وزنك مرة واحدة. او بالنسبة سريعة. بتطرر ساعتها للفيري لو كالوريك ضايت. يبقى اول حاجة في العلاجات هي مين? هي الدايت. رقم ده في الانيشيال تريتمينت. رقم اتنين. يبقى دي تلاتة بي. الدايت كان تلاتة ايه? تلاتة بي هيبقى مين يا جماعة? الاكسرسايز. كلام فاضي. يبقى انت اول حاجة في الدايت لازم تعرف ايه الكاراكتر بتاع الايديال ضايت. وايه التعضيت اللي انا ايه? اللي انا محتاجه. تمام? طب الاكسرسايز. كل اللي هيقولك في الاكسرسايز ام سيكيو برضو. ان الكيلو جرام الفات واحد كيلو جرام بيحتوي على سبعة تلاف كيلو كالوري. لو جريت ساعة او اعملت رياضة ساعة وانور هتحرق من مية وخمسين لميتين وخمسين كيلو كالوري. عشان كده العبارة بتقول ايه? ان انت محتاج خمسة وعشرين ساعة اكسرسايز. عشان تحرق واحد كيلو جرام فات. يعني عشان نزل واحد كيلو جرام ده محتاج خمسة وعشرين ساعة. ايه اهمية الرياضة? ان انت بتخسر الوزد. لوز مور ويت. احسن من الضايت الون. تبدل محافظة على الويت لوس لمدة طويلة. يبقى دي تلات اهميات بالنسبة للرياضة. الرياضة لما عملها لك في جدول قالك ان انا عندي الفريكونسي عدد المرات انتنستي الشدة او الرخامة بتاعت الرياضة العب رياضة بانتنستي قديه. الطايم ثم الطايم. قالك الفريكونسي. المفروض تعمل فيزيكال اكسرسايز من تلاتة لخمسة ديز في الويك. في الاسبوع. عادي لو هتكتر الايام عن كده ماشي. بس الاهم من كده انه لازم يبقى ريجولر. يبقى من تلاتة لخمسة ديز ده الستاندرد في الاسبوع. يبقى هنا كيلو جرام الفات بيحتوى على سبع تلاف كيلو كالوري. ساعة رياضة بتحرق من مية وخمسين لميتين وخمسين كيلو كالوري. عشان كده احنا محتاجين خمسة وعشرين ساعة واحد كيلو جرام فات. ايه اهمية الفيزيكال اكسرسايز قلنا لوس مور ويت من تين دو ويت لوس انكريز اللوس افات في ريماس. طيب المفروض من اللوت ومودرت. وبعد كده ابدأ حنين عشان خاطر بتعرف تتواصب عن الريجولارتي. طيب الطايم من تلاتين لستين دقيقة. في المرة في اليوم. وبعد كده برضو ورياضات الخفيفة زي العجلة والكلام دووتر اكسرسايز. يبادئت بالنسبة لمن يا جماعة? بالنسبة للاكسرسايز. خلاص? تلاتة سي بقى البيهيفيرال. دول هيتحافظوا زي اسمك? تمانية ايتمز. الدرجز والسيرجر الكلام فاضي ما تخافش. وفي حاجة في الاخر اسمها آآ آآ او ازاي افضل محافظ على نقص الوزن اللي انا وصلت له. المهم احنا دلوقتي في تلاتة سي. اللي هي ايه تلاتة سي? اللي هي البيهيفيرال. اول حاجة في يعني ازاي امسك نفسي بقى عن الاكل. ده اسلوب حياة. يبقى واحد دايت. اتنين تلاتة اللي هو البيهيفيرال مين يا جماعة? البيهيفيرال استراتيجي. اول حاجة سيتنج رياليستيك جول. ان انا يبقى حطت هدف قدامي. هدف حقيقي. اتنين تحكم في نفسي. مش هشم ريحت الاكل اللي هو نفس الجملة التالتة. يبقى تساوي الجملة التالتة. مش تشم ريحت الاكل بقى تبقى خلاص. مش مخنوق. تاكل. مش متدايق تاكل. فرحان تاكل. يبقى كنترول او موديفايل استيميولاي. كأنها تحكم في النفس. وحط رياليستيك جول. ايتنج ستايل. ما اكلش هو انام. ما شابش مية جوه الاكل. سلوب الاكل نفسه يتحسن. كل شوية شجع نفسي. من الوزن بيقل الوزن بيقل يبقى اقرأ كتير عن يبقى اي سواء البروبلم نفسها او المشاكل اللي بتخليك تاكل كتير يبقى واللي حواليك لازم يساعدوك. اسمها يبقى اول حاجة رقم اتنين رقم تلاتة رقم اربع خمسة نبدأ نتكلم في اللي هو بقى السبسيكوان تصارى بيه. امتى افكر في الدراج? واحد من اول لو تفتكر في الجدول بدأنا نفكر في الادوية من اول ايه? من اول اهو. تمام? اللي هو من تلاتين الاربعة وتلاتين او كان عالي بس معاكو دي الفرماكو ايه? فرماكو سربي. بص كده او زي ما قالهلك بالزبط. اكتر من تلاتين اللي هكتب قدامها واحد او سبعة واشرين من تسعة اه تسعة واشرين وتسعة من عشرة بس معاكو ايه? هدف الادوية ان انا على القال اخسر خمسة في المية من في تلات او ست شهور. ايه الدراجز اللي دازن تكيورو الاوبستي? ايه انا انا اه في لا معلش معلومة. ده دي اني بيه. ان الدراجز مش هتعالج فكرة الاوبستي. هي هتحاول تخليك تخسر وزن. بس ايها متعالجش مبدأ الاوبستي كمبدأ الاوبستي. تميني الادوية تتحفظ. عشان ما يجبهاش لك ام سكيو. لورلستات ده اشعرهم سيروتونين اجونست سمباسو ما يميتك. انت حاجتين وانتي ابليبتك. يا اما الضيابيتس دراجز. واشعرهم طبعا الميت فورمين. دي الادوية اللي بتقلل هي يا جماعة او بتحاول تحرق الفات وتقلل فكرة الاوبستي. بس هي مبتعالجش الاوبستي. الجراحات. امتى هتضطر للبرياتيك سيرجي ري. لو الباضي ماس انديكس بارتو حفظ ام سكيو. دي كده انت قلاس تلاتة. فوق الاربعين. او انت في قلاس اتنين. بس في وجود كوموربيدي. اخر ايتم منتكلم عنه. يبقى بالله عليكوا تركزوا بس في موضوع الايه? في موضوع الادوية تتحافز قسمية. تمام? اخر حاجة من الحاجات المهمة زي نعمل زي افضل محافظ على مين? على الويتلوس. فيه سبع اسرار اكتب عليه سؤال نظري. يبقى سؤال نظري. والاهداف نفسها بتاعت سؤال نظري. والامس كيو امتى بنضطر للدرج وامتى بنضطر للسرجري. طب ايه السبع حاجات اللي استيادتك بتعملهم? مفروض عشان تفضل محافظ على نقص الوزن. اللي هو اللي بيعمل اللي هو بيحاول يقلل وزنه لازم يحافظ على الاكل بتاعه يكون قليل. ككميات وانواع. بس يحافظ على كل انواع زي ما قلنا. ويأكل من اربعة لخمس مرات في اليوم. يعود الجسم على وانه هو يوزع تمام كمية الاكل على اربعة خمس مرات في اليوم. ودايما يفطر. يتحافظه زي اسمه. من ستين لتسعين دقيقة في اليوم. وزمودرت انتنستي. دي القواعد العامة. في اليوم يوميا. فريكوانت لي ويت همسلف. يوزن نفسه على طول. ما يتفرجش على التلفزيون يقلل فرجته على التلفزيون اللي يقلل من عشر ساعات في الاسبوع. بيرويك. دون تقللوا ايفن سمول امونت اف يعني ما تسمحش حتى لو زيادة اصغنانة جدا في وزود من غير ما تاخد تصرف سليم. اللي هو اتنقص او تزود دي بالنسبة لنا يا جماعة الجزء التاني ما عشان نورتولك بسرعة عشان الناس اللي عندها تبيقل بسرعة بس عشان الفيديو الحقيقيه ينزل. والورقة ينزل لك كامل بازن الله دلوقتي. تمنا من الله التوفيق للجميع. ولم القبستي ببساطة كده القبستي سهلة بازن الله. شوفكم ده مع خير والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.